السلام عليكم مرحبا بكم في بليزير كوزين مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة انتمنى ان شاء الله يلقاوكم في ساحة جيدة بالنسبة للفيديو اللي سبق كنا وجدنا براوني بشكل زوين وكيجيل ديت بزاف وساعة لتحضير وكيما دي ما بمكونات اللي بسيطة انتمنى ان شاء الله يعجبكم هادي نخلي لكم رابط ديال وصندوق الوصف اما بالنسبة للفيديو ديال اليوم فغالي يكون واحد حاجة دي سباسيال او المشروب ساخن اللي هو تقيل ممكن تخليه خفيف زوين بساف مفيد بساف 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 كما كان عرفو الينسون شحن ديال فوائد عندو وشحن مفيد للصحة فهو المكونا الاساسي غالي نحتاجوا جمع القديل ميزينة او للدقيق الدورة غالي نحتاجون الينسون كما كتلكم فوائد ديالو لا تعد ولا تحصى او الجسم ديالنا ان هنا هي معنقة ونص ديال السكر او لجوج معرق ديال السكر وعندنا شوكولات نوع او لشوكولاتة السوداء و الحليب ممكن الشوكولاتة تستغنو علي وديرو مثلا غير الكاكا و الفودرة فقد ناخد الحليب الحليب يكون بحارات المطبخ عادي يعني ما يكونش سخون او لبارد ماشي مشكل غاد ناخدو فزلافا غاد نديرو ميزينة او لدقيق الدورة غاد نزيد عليها الينسون الينسون او النافع تحنته مزيان 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 وغاد نزيد السكر ونخلط كل شيء هذا باش يسهل عليها نخلط في الاخر مع الحليب باش ما يتكلل ليش ولي يتكونوا هكا كوريات او لحبيبات كل اخر يتبوحتو نحسا نخلطوهم باش هكا جيني سهلة في الحليب كما شفتو دا بخلط وكونات الناشفة مع بعضياتها بطاعة دقيق دقيق الدورة عفوض وميزينة وسكر ودبا غاد نزيدهم على الحليب وغاد نزيد خلط ونقوم بشكل ونضغط ونضغط ونضغطط المزيلة مع الحليب ونضغط 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 ونقوم بشكل يمكنك تنقصه من الكيمياء الميزانة يمكنك تنقصه من الكيمياء الميزانة يمكنك تنقصه من المعلقات نضيف مزليفات نضيف ملقات يجب أن يكون الدكور مقاد لا يوجد مشكلة فقط شكليات نضيف الكويسات قام بتضيف مرض لنضيف الوقت سوف نضيف الكبك سوف نضيف كبير ، سوف نضيف مصطح نضيف كبير إذا كانت بردت لكم وغلباتكم تردوها فاق البطاة واحد شوية يغير عندما يدفع ويسخل لكم الخلق تردوه شكراتي لكم او لديدو كاكاو فضر تردوه شكراتي لكم الخلطون سوف نضيفه بل مع القنيت كما تردو الجزء الثاني كما تردو الجزء الثاني لدينا متساعد الوقت لتردوه لقدرتها مباشرة ولكن حاولت نخوي غير بشوية ونحافظ على الشكل سوف نخوي الجزء الثاني او الناس الثاني ديال المشروب او الديسير ممكن تشربوه سخون لأحسن يتكالها كسخيخن باش نستفدو منه اكتر وفي الصنف هذا الجو محتاجين ان ناكلوا شيء يسخيخنا وفي السلوقة مفيدة وصحية وتكون الديدة هذا كي جيزوين ون مزيان للكبار وتكون الوليدة صغار ما غاديش يبعوه يكون لك زرارة بحال هكا فهذا كيجي ديسير وفي نفس الوقت وفي واحد حاجه مفيدة اللي هي اليانسون او لها حبة حلاوه يمكن داريجه ما عارفش صراحه اليانسون بالعربية ها في غادي يبقى كنكمل هكا نخويه ودسين كيبقى على حسب التوقع على حسب نوزة وفير اكتر تمام ك sto تمام تمام كماأج ديالي ساتي دابا غدي نزلتين غدي ناخد انا هنا عندي القرقاء غدي نحطو هكا من الفوق ممكن تهرمشوه او لا تديرو اللزم هرماش او لا اي حاجة بغيتوها وكيبقى على حسب تقدير كل واحده الى حسب اللي متوفر ودابا اخديت الورد غدي ناخد غديت بيتال او لا الاراقات او لا ادك ورقة واحدة ديال الوردة غدي نقشرهم بحركة وغدي نحطوهم ليتازين باش عطلو شوية النادر وصار فيه غافي بنسبة الثالث نفس الشي هازي ديرو شوية ديال الورد وكيكون هدا هو الفيديو ديال اليومى نتمنى انكم تجربوا لانه فعلا يستحقوا تجربة زوين بزاف صحي مفيد واحد الحاجة اللي سخيخنا ان نسخنوا بيهدد ديالنا فهد الجو اللي برد بزاف وفروس وقت كم قاف كل ما هو صحي ونتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليومى يعجبكم وإلى عجبكم ما تنسى تديروا لايك وطبخ تجيرو فيديو ولاش لا تخليوا ليشي كومنت اغزوين وبصحة راحا اتلقى ان شاء الله في فيديو واحد اخر وفوصفة جديدة ان شاء الله وشكرا اشتركوا في القناة